السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في قناة عزيزة بيوتي اليوم إن شاء الله كما ترون سأقدم لكم بغرير مغربي ناجح 100% مقادير هذا البغرير إن شاء الله لدينا كأسين من السميد الرقيق كأس من الدقيق الأبيض ملعقة من خميرة الخبز ملعقة من سكر خشن رأس ملعقة من الملح وكيسين من خميرة الحلوى وكذلك لدينا ثلاثة كؤوس من الماء الدافئ أخذ الآن ثلاثة كؤوس من الماء الدافئ أضعها في طحان كهربائي ثلاثة كؤوس من الماء الدافئ أضيف إليها كأسين من السميد الرقيق ثم كأس من الطحين الأبيض ثم أضيف باقي العناصر كأسين من خميرة الحلوى ملعقة من سكر خشن ورأس ملعقة من ملح وكذلك ملعقة خميرة الخبز أقوم بطحن هذه العناصر جيداً في آلة كما ترون أقوم بطحنها جيداً ثم أضعها في آلة ثم أضعها عفواً في إناء يعني عند طحن هذه العناصر كلها أضعها في إناء لمدة خمسة دقائق ثم أقوم بطهيح الآن قمت بطحن يعني جميع العناصر التي ذكرت والآن وضعتها في إناء وسوف أتركها تقريباً يعني خمس دقائق كما قلت خمس دقائق ثم أقوم بطهيح الآن أقوم بطهيح أضع واحدة تلو الأخرى إلى أن ينضج كما ترون أنا استعملت هذه الآلة يعني الآلة الكهربائية أنتم يمكنكم استعمال أي مقلات لديكم يعني تكون مختصة في البغرير كما ترون فهو يأتي رائع وغزال كما نقول نحن يأتي مخرق ومضقب وكذلك خفيف وغد يعجبكم إن شاء الله كما ترون فهو رائع وخفيف أتمنى إن شاء الله أن يعجبكم وأتمنى كذلك أن تجربوا فهو ناجح 100 في 100 وفي النهاية هذا هو البغرير المغربي كما ترون يأتي رائع وخفيف يعني نقوم بتقديمه مع العسل يعني قمت بتقديمه مع عسل طبيعي بالآشاب أتمنى إن شاء الله هذه الوصفة أن تكون قد نالت إعجابكم وأتمنى كذلك لايك للفيديو إن أعجبكم ولا تنسوا الاشتراك معي في القناة وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله